من مظاهر رقة القلب التوجع لمصائب المسلمين الاحساس بمعاناتهم كم وكم مليون من المسلمين في العالم عندهم مآسي هجروا من بلدانهم من بيوتهم أخرجوا قتل من قتل من أقاربهم جرحوا افتقروا يهيمون على وجوههم جياع عطاشة مرضى خائفين حفات طيب رقة القلب أن الواحد تفاعل مع هذا يعني مثل المؤمنين في توادي وترحم وتعاطف مثل الجسد تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد إصبعوا وإن برد أنت لخطب مياهه لسالت بوادي النيل للنيل أدمعوا ولو مس رضوى جبل بالمدينة عاصف الريح مرة لباتت له أكبادنا تتقطع ويس القراني رحمه الله كان يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائعة وجسد عار وليس لي إلا ما على ظهري وفي بطني سبحان الله قالوا عن أبي زرعى محمد بن عثمان أنه كان قاضيا في نصر كان كثيرا الشفقة رقيق القلب وكان الفقراء إذا أفلسوا هو تحمل عنهم الديون ترجمة نانسي قنقر екторühr